بقى انت هادي هادي يا بتشتغل كاسمة يا وتحملنا مرة على الفيسبوك يا ربنا اخر مرة يا كاسمة فاني يا ده الاسكرينجيوب بتاع المحطة يا والله ما عاسم ده اللتو يا كاسمة ده اللتوم؟ ولا طلع يابا ده المنجيب الارضي بتاعكم ومفتشوا ومطلعوا منو الجيب الارضي ومفتشوا ولولا ياتهم ببعلكب لله السنة علي يا كاسمة ده لعلكب لك لاب حلقك يا ولا ايه بعت هات الارضي بتاعه يا خلينا نفتشهوله يا سامع لكم معلم جاسمة ماشي هاتبك يا زينجي العيال شمال بيجيبوا الفلوس حلف بس شكلهم مش مطمين بيعملوا حركات مريبة بتشغلهم ولا تشغلين في السيرك زينجر مش عايزك تقال تخلي هينك عليهم من غير كتر كلام أمرك يا عموم وانتر قدر باك هم هاتنا الايبون بتاع الواتس حلية خلينا نفتش فيه شوية والوات ده تطلعوه وتنشره على العمود لحد ما ارضه يغي هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاوا هاتي ناجزا ماضي عاجاب إني هاتيجي ركع السيد سبحانه مرحيم طي مين يا عم انت؟ أنا كونه يا لأ كونه صاحبك ياه كونه يا كلمة سر ايه حموش اه يا كونه صاحب حبيبي مالك مالي لما اكلت ضرب في الحضانة يا لأ بكتيريا المشكلة كل اللي بيدربوني كانوا أطفالي فكانوا بيدربوني عند منطقة الحول بقيت أجري على الناس الكبيرة عشان تضربني في وشي عشان أرتاح شوية اه طيب ويهل عادة اللي في وشك دي دول ثلاثة حاولوا يمسوا دمي بس جريت منه ووسط كل ده كان في واحد عايز يعزمني على الغداء مش فاهموا ليه طيب مروحتش ليه بيكملني 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 أحمق مص يا عم خلاص معلش معلش ما تقوليش معلش عشان بحس ان الكهار خلاص احسن احسن ايوه بقولك ايه يا ابنة ايه كبات مية والنبي عدشان قوي يا ابنة انا بقى لي ساعة قاعد في بيت الزفت حرس لا ابوها لاما عبروني بأي حاجة يا ابني انت غابي يا ابني يا ابني انت غابي ما ابوه اهواجي يعمل كده هيجيلك على طول جاري يا سلاة فين ابوه اه شغل دجالين وخلاص يا ابني هو الاهواجي ده ما بينامش هو مش بين قدم ومن حقه يرتاح بس بقى عم ما تحيارديش ده انت ابنها يا ابنة زولي ايه ما اقولش حاجة ماشي سمعت ان انت بتقول زولي لميت كام ما فيش عم انا كنت هقفلك خمس تلاف جنيه بس قابلت تخيل قابلت راجل شحات غالبان كده روح تمديره خمسين جنيه ما جمعتش حين الى 4,950 بس 4,950 ما تقول انك اديتها لابوك يا ابوه ما تقول انك اديتها لابوك الشحات الغالبان ده والله وانت لميت كام انا لميت 300 والله انسيت الرقم 300 3500 يا سلام او الله اتضربت بالباقي اتضربت بالباقي ايه انا كده مجمع نص الفلوس يا كده عنده ظلم ظلم ايه يا ابني ما احنا كنا بنتضرب بالباقي كنت باتضرب بيه ووه وفين حرس بتشاب ما عارف عندن ايه يا عدوه اهو جي النجم اللي مودين افدايا تعالى ابنها ايه بتعرج ليه اوه احنا في الزمالك ولا ايه انا بعرج بجد على فكرة مش عايز حد يهزر في الموضوع ده تاني عشان ما موتوش عشان انا رجل لاحد انا كان فيه 36 واحد بيضربوني في نفس الوقت والستة وتلاتين طايليني عادي كده مش عارف ازاي كنت مجهز لهم حركة المروحة عاملها بس ما تعملتش ايه كهرباء قطعت ده انا كنت مجهز الحركة ووه يا انت مش هتفهم مش هتفهم اجد عندي بطلوا كساس مريبة عشانا ما خاف لو سمحت مهم لميت فلوس ولا لا لميت الفين جنيه حلو احنا كده جمعنا لعشر تلاف جنيه واخلصنا من خير جازمة ومعنا فلوس كمان انا بفكر نجدد الباقة يعني اعمل باقة كده بغشرة وقلع الدنيا تقلع الدنيا ها عشان تخش على الفيس وتقول تتكلم في المزهز في الحلوقين اللي بتكلمهم دول يا ابنها ها خلاص بقى جدعان ما انا قلتلكوا خليك تخشوا ببصوا بصوا على الحريم اللي عندي معيني حالف اللي مقدخلش عليهم اي رجالة انا مستحرم والله بعد ما عملنا الفلوس دي كلها نروح نديها الخيري جازمة بسهولة كده ازاي يعني انت اوحيتلي يالا بفكرة بانتكلب بتعجيبكو حالكو هنا؟ هنا عالكنا بيعني ولا فيه؟ لا في الحمام جوه مش الحمام ده هي ما تركز يالا ابنها يالا مهدودين من الضربة عدمي فك عدمي فك بيخلص الفكرة قصدي عجيبكو حالكو في الحارة دي كلها والبلد دي بتنمرتها كده مش عجيبنا يا عم الله يحبك اديني رئي يا عم الله يحبك دي انا عادي محسين الجسم يا ابني بتتكلم عربي يالا ام لا انا بتكلم تركي ما انا بكلمك عربي ركز معايا مش عايزين تعيشوا ومين كده زي عشت المليونيرات زي الوقت حمد ابوني نعمل ايه يعني اللون نفسنا ابوني ونمشي ولا نأجر الفيلا نعمل حفلة لا يا حبيبي ناخد باسبراتنا ونطلع على عم جلال فيزا العسل نقول لي يدقلنا تقشيرة ونغرم البلد دي بستين الف سلامة على اقتاليا حلو ده بس يا بس حلو ده ايه طيب ليه عملت كده ما عادش عدي من جنبي طيب خلاص يا عم انت متأكد ان ايه دي العمارة طب ولا ايه ايوا ايه دي العمارة رقم 25 يا ابني المزاور بيبقى ساكن فيزا خانق ومخانق لا اعملش في عمارة طب يالله بقى طب يالله بقى يالله بقى ما انت مش وعيلة انا عارف انا بقولي ايه تعالى يا بقى اثبت اقدر عرفها كويس معاك الباطل احمد عبدالعزيز اللي عمارة دي فيه واحد اسمه جلال جلال فيزا اللي بيدرب باسبرتاته فيز يا الهر السود يا جدعان ده شكله كمين ولا ايه اه هو يا شوح الدور التانى يا رجال انت عارف لو كلام جدا اقتلع غلط هنفوخك ملاش ناب يالله دورك دم وعد ايه اللي الدم يا صاح ايه اللي الدم هنقتلوه لما ننزله يالله عد يالله وعد با مساء الحجاب ملون مساء النور جسدية وده مكتب الاستاذ جلال فيزا ايه كاشف ولا استشارة كاشف ولا استشارة ايه او مش ده مكتب جلال فيزا اللي بيدرب الفيزا ايه بس حريك وطي صوتك ما نفعش الفضايح دي انا الصبح كده طيب المفروض ان انا في واحد حي اسمه حامده بقولني المفروض ان احنا نقابله موجود ايه استاذ حامده موجود جواه مع عم جلال الفضل اولي استنادوك عم جلال ايوه ايوه السكرتيرة دي دي ممرضة انت اسمك ايه يا عم؟ كلبالي كلبالي شو حد في مصر اسمي كلبالي ده تلاقيه من كلباليا ولا حاجة انت فيزا مطروبة هتسافر فين؟ ناجيريا ناجيريا ليه تربام التجنيد يا اب؟ او تلاقيه راح يزور قريبه المثاليس الناجيريين هناك او يمكن بيحب النسوان الافاركة بس انتو جايين تشتغلونا ولا ايه؟ اما المسافر ناجيريا ليه يا ضياح طل انت تعد يسيب مصر وحيسافر يروح ناجيريا انتو غشب ناجيريا دي عيمة على بترول او عيمة على بترول وانت رايح بقى تشتغل مدرب غصة ولا رايح تعب الزيت في ازايز انا اصلا مهندس بترول تفدتانا دخل ايه قبلها انا مش جاي قبليهم ولا ايه؟ اوه 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 ايه اوه ايه ده؟ انا ولع نفسي لو دخلت قبلينا بس ده خربان من جوا اعمل لك كده يا دخل بام من جوا اوه 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 تسيب خلاص خلاص انت متأكد انك كتمت دي؟ طبعا اصلا حاسس ان ده مش ختم نسك ده غراب وانت شاف الجناحة بتاعته؟ انت شكلك نتيفهم ادخل اوه اوه بناسيرم يا موره اهلا اهلا يا شبابا تفضلوا ايه انت انه وين تسيبوا البلد وتيجوا? انا الق طلع خمين؟ اولا فيه سفر ولا زفد اهاء ده انتو اه تلع bureكم خفيف وضعيف قوي والمل هتعملوا اه لما تسافروا من المطارة بالبطبورتات المضروبة اسحل يجفلوني نعم بنخافش احنا هنروح المطار وهنعدي وهنوصل وهنكسب بقولك يا عم جلال انت ناوي تودينا على فين اي بلد انتو عايزين هتاخدوا الفيزا بتاعيتها تعالوا معي يلا نروح امريكا فيها لابش فرنسا فيها بورجي ايفل اسبانيا فيها بحر الهند فيها فيل الارجنتين فيها ميسي الله يعني انا ما فياش غير ميسي وبعدين انتو بتقولو حاجات حلوة اصلا يا ريت نروح نشوفها ها 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 تعالوا الريهو فضلوا تعالوا عدوا 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 يلا انتو عارفين انتو مشكلتكو ايه ان انتو مش عارفين هتسافروا فين ومكررين قبل ما تيجوا كل الشباب اللي بيجوا هنا بيقرروا هيسافروا فين قبل ما يجوا طب وايه الحل؟ انتو ممكن تسافر اق طاليا زيه بس فيه مشكلة ايه هية؟ لازم انتو كنو بتعرفوا تتكلموا اق طاليا احنا بنعرف نتكلم باق طالياطبعا او 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 ... او او! صالاخ سالاخ دانتو لو اتكلمتو كدا في اق طاليف صالاخ نفسو هيرجع يا عم ودينا انت بس اق طاليا و احنا هنعرف نلقط رزقنا سبع على الله كابيتو أهم حاجة بس عموحمدا ما تبعناش دانتو حبايب